وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالالتزام الصارم بإحكام رقابة على الصادرات الزراعية المصرية لإنتاج محصول تصدري دي جودة متميزة إلى جانب تطبيق المعايير الخاصة بالدول المستوردة لكافة الحاصلات الزراعية المصرية جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة والسصلاح الأراضي ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة والمدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة تطوير منظومة الصادرات الزراعية المصرية والتطوير غير المسبق لها والذي انعكس على زيادة حجم الصادرات وفتح أسواق خارجية جديدة ليبلغ حجم الصادرات خلال عام 2022 حوالي 6.43 مليون طن إلى ما يقرب من 160 دولة حول العالم لتحقق حصيلة الصادرات حوالي 3.3 مليار دولار وأوضح متحدث الرئاسة أن الاجتماع شهد كذلك عرض الموقف الخاص بدهود تنمية التروى الحيوانية من خلال البرنامج القومي لتوزيع الألاف من رؤوس الماشية عالية الانتاجية على المزارعين وصغار المربين حيث واجه الرئيس السيسي في هذا الإطار بمتابعة أحوال المزارعين وصغار المربين بصورة منتظمة ومساندتهم من خلال توفير الدعم الفني والرعاية البيطرية اللازمة